بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمازلنا نستقل قطار هذا الشهر الفضيل لنقف في محطاته التي تنفعنا كما قلت سابقا في الدنيا والآخرة محطة اليوم التي يقف فيها قطار الصيام هي إنما نطعمكم لوجه الله هذه المحطة التي وقفنا فيها الآن نريد أن نتزوج بشيء ما هذا الشيء؟ هذا الشيء الذي يفتح الدنيا على مصراعيها أمامنا في نص كريم حكيم من فوق سبع سماوات حين يقول المولى عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام هو هذا الذي نريده في التزود ويطعمون الطعام أي طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله هذه المحطة وهذا هو التزود اليوم لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا هذا الذي تريده المحطة اليوم منا تريد مننا أن نتزود بماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله هذا التعبير يفتح الدنيا كما قلت على مصرعيها أمامنا أمام كل موحد بالله عز وجل ليقف مع نفسه هل أنت من هؤلاء؟ في زمن كثر فيه المحاويج ما أكثر الذين يحتاجون في بلادنا بل في بلاد العالم وفي هذا الزمن خاصة إن هؤلاء هل أسعدوا المحاويج؟ أصحاب الأموال هل أسعدتم المحاويج؟ هل هؤلاء أخذوا حقوقهم؟ ماذا ننتظر؟ ما أسعده؟ ورأينا المحاويج في كل مكان وزمان لماذا؟ لأن هؤلاء غفلوا عن شيء مهم جدا إنهم لم يتركوا لأنفسهم شيئا من الشهوات إلا وفعلوها إلا وفعلوها حتى لو كانت في الحلال لكن هناك من هم في أمس الحاجة إلى هذا لكن الذي يفتح الدنيا على مصرعية بشهواته في الدنيا تحضم عليه يوم القيامة حين يقال لهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إن هؤلاء الذين لم ينظروا إلى المحاويج ولم يلتفتوا إليهم قدموا قدموا الكثير لكن لمن؟ لأنفسهم قدموا لأنفسهم قدموا ماذا؟ الكبر والفخر والنسب وأنا ابن فلان وأنا فلان الفلاني وأنا فلان ويطيح بالناس ويطيح بغيرهم هذا الذي يقدم هل نحن أتباع كطار الصيام؟ هل الصيام يؤثر فينا حين يقف يذكرنا بهذا الشيء؟ كان همهم الأول كان هم مثل هائد الفئة همهم الأول الحديث عنهم الحديث حتى يشار إليهم مع أني قلت في حلقة سابقة ولا تمن تستكثر لا تقول إني فعلت لكم كذا وفعلت لكم كذا ولم يعتبر هؤلاء بالصورة التي نقرأها أغلبنا يقرأها يوم الجمعة بالرجل الذي فعل مثل هذا كان يعطي الناس ولكن كان يقول بالفخر والكبرياء حتى قيل له وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فهل اعتبروا؟ هل اعتبروا؟ هل تدبروا؟ هل أخذوا العذة والعبرة من مثل هذه القصص؟ هل تفكروا؟ هل نظروا في عواقب ما يفعلون؟ هل غفلوا عن شؤم المعصية؟ هذه معصية لا يظن أنه فلوسي لا فلوسي أنت مستغلف فيه المال مال الله ونحن مستغلفون فيه لقد حارب الصديق أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وإلى خيره ويصلون ويحجون ويصومون لكن منعوا الزكاة فحاربهم واعتبرهم منتدين عن الإسلام آهل لو الصديق بيننا الآن ماذا كان يفعل فينا؟ ماذا كان سيفعل فينا الصديق؟ إن للمعاصي إن للمعاصي وبخاصة منع طعام الطعام ومنع الصدقات لشؤما عظيما كبيرا شؤم كبير لا يتخيل الإنسان بل إن شؤم معصية منع الطعام ومنع الصدقات يورث ماذا؟ يورث ظلمة في الظاهر والعياذ بالله ويورث سوادا في الباطن ويكس القلب طبق من الران والعياذ بالله حتى يقال لهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ماذا بعد أن دمرت كورونا فيروس لا يورى بالعين؟ دمر العالم والناس زهبت هنا وهناك بل أصحاب الأموال أعرفهم شخصية أسأل الله أن يبارك في الجميع أصحاب الأموال استدانوا من البيوك من البنوك صديق لي ملياردير ما شاء الله قال لي استدنتوا من البنك لماذا؟ وأنا أسأل سؤالا لهم أحبابي الفقراء أحبابنا الأغنياء أحبابنا الكل أحبابنا أسألهم سؤالا واحدا فقط هل تعطون العمال حقوقهم؟ أنا لا أقول سرقات حقوقهم وأنا أعلم كثيرا مستهذا هل يعني أنتظر الإجابة والله الذي لا إله غيره أنا أحب كل مسلم موحد بالله عز وجل غني فقير ومع ذلك لا نفتقد لهذا العنصر الطيب الذي الموجود معنا في صورة الإنسان بل هو موجود ورأيته بعيني أيضا الكثير إن هذا النص الكريم في صورة الإنسان سناء من الله عز وجل على هذه الفئة التي تطعم الطعام لا لشيء وإن كان هناك سبب نزول لكن تطعم الطعام لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة فهم مع شدة احتياجهم للطعام وشدة احتياج أبنائهم للطعام إلا أنهم يفضلون المحاويجة من غير جنس أضبع من غير جنسهم من غير أبنائهم إيه على أنفسهم إن هذه الفئة المباركة تعيشوا روحية العطاء روحية العطاء تعيشوا وتتأثر به وفي أجواء ماذا؟ أجواء الحرمان التي تحيط بالناس بعد أن فعلت كورونا ما فعلت إن الرحمة في قلوب هؤلاء تنفتح عليهم دائما والإسلام دائما يربينا على العطاء نعلم أبناءنا العطاء ونعلم زوينا العطاء حتى نكون من أهل هذه الآية لماذا يفعلون هذا؟ إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا إخواني وأحبابي أصحاب الأموال إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا ولنعلم أننا أمامنا عقبة أمامنا عقبة لن نعبرها إلا بالصدقة فلق تحمل عقبة فلق تحمل عقبة طب وكيف إلا بفك وما أدراك ما العقبة فك ورقبة أو إطعام في يوم زي مسغبة الكلام كثير أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفعنا بما سمعنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعفو عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنك عفو